أذهب إليك نضال هل عملية تحرير هاتين الرهينتين قد تعجل برأيك من عملية اقتحام أو العملية العسكرية التي تتحدث عنها إسرائيل في هذه المرحلة برفح؟ لا أعلم إن كانت ستعجل لكنها تعزز من موقف نتنياهو إزاء هذه العملية بالنسبة لنتنياهو هذه العملية على الأقل من وجهة نظره تؤكد أكثر من وجهة نظر أو أكثر من موقف يتخذه نتنياهو إزاء العملية العسكرية أولا بالنسبة لنتنياهو هذه العملية تثبت أن العمل العسكري هو من سينقض المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة رغم أن هذه العملية هي استثناء وليست قاعدة لكن هذا ما سيحاول نتنياهو فعله الآن وفي الأيام القادمة سيحول هذا إلى قاعدة ويقول بأن نجاح هذه العملية يمكن أن يتكرر أكثر من مرة وأن هذه هي الوسيلة لتحرير المحتجزين الإسرائيليين وليس المفاوضات وبالتالي الجميع في إسرائيل بات يعرف بأن هذا هو توجه نتنياهو والآن لديه تعزيز أو على الأقل هكذا هو يعتقد ثانيا موقع هذه العملية أنها جرت في مدينة رفح وبالنسبة لنتنياهو هذا تأكيد على وجوب دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح حيث أن هناك محتجزين إسرائيليين وأن هناك قادة لحركة حماس وبالتالي على الجيش الإسرائيلي الدخول إلى المنطقة والدخول إلى مدينة رفح عموما بالأمس كانت هناك محادثة هاتفية بين نتنياهو والرئيس الأمريكي تطرقت كثيرا إلى قضية المحتجزين ووفقا للمصادر فإن تقريبا ثلثي المحادثة الهاتفية كانت حول المحتجزين الإسرائيليين وإمكانية التوصل إلى صفقة لكن أيضا موضوع رفح كان حاضرا في هذه المحادثة الهاتفية والرئيس الأمريكي قال بأنه لا يوافق على إجراء مثل هذه العملية العسكرية بسبب المخاطر على السكان في مدينة رفح وعلى اللاجئين داخل المدينة ووفقا للمصادر الإسرائيلية والأمريكية فإن نتنياهو تعهد بإخلاء السكان من مدينة رفح على الرغم من أنه لغاية الآن لا توجد لدى إسرائيل خطة واضحة لكن نتنياهو يتحدث عن إخلاء السكان إلى شمالي رفح وربما الحديث هنا عن منطقة المواصي التي تمتلئ الآن باللاجئين الفلسطينيين ولا أدري إن كانت تستوعب الأعداد الضخمة الموجودة في مدينة رفح شكرا جزيلا لك من القدس محرر شؤون الإسرائيلية في سكانيوز عربية نضال كنان